السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم عزيزي المشاهدين في أضواء على الأحداث والبداية من الملف الفلسطيني حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة أمس الأحد في مدينة العالمين في مصر على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة رغم أن بعض المراقبين اعتبروا أن تشكيل هذه اللجنة أمر غير مطمئ ولا يبعث على الارتياح الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى تشكيل اللجنة المذكورة خلال تلوته للبيان الختامي للاجتماع وبرغم غياب بعض الفصائل عن الاجتماع إلا أن الاجتماع دعا لتوحيد الجبهة الوطنية الفلسطينية عبر الدور الحيوي لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني فأهمية أن ينضوية تحت لواء المنظمة الجميع حسب البيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد على أهمية إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية وإعادة توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معي لمناقشة هذا الموضوع هنا في الستوديو الكاتب والبحث الفلسطيني أستاذ محمد صوالحة ومن القاهرة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب سيد وليد العوض أستاذ محمد بداية ما الذي يختلف في هذا الاجتماع عن الاجتماعات الماضية هذا ليس الاجتماع الأول ويبدو أن قرارات الاجتماع الأول حسب كثير من المحللين لا تختلف عن قرارات آخر اجتماع للأمناء العامين بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولساد المشاهدين وللضيف الكريم أنا أعتقد أنه لا جديد ولم يكن الشعب الفلسطيني يتوقع أي جديد أصلا يعني هذه النتيجة التي خرجت كانت متوقعة ولم يتوقع أحد من الشعب الفلسطيني أن يكون هناك اتفاقيات أخرى موضوع الأمناء العامين هذا موضوع أصلا تم الاتفاق عليه في اتفاق في القاهرة عام 2005 ومنذ ذلك التاريخ أعتقد أن هذا الاجتماع الثالث ربما منذ عام 2005 الثالث أو الرابع لست متأكدا بالضبط ولكن هذا الاجتماع في الحقيقة يدعو له أبو مازن في الوقت الذي يريده هو وفي الغالب المقصود فيه هو نوع من الشو بمعنى آخر أن أبو مازن عندما يحتاج إلى أن يجتمع بالفصائل الفلسطينية يدعوها للاجتماع وليس المطلوب الوصول إلى نتائج أصلا ولذلك أنا أعتقد أن ما تم التوصل إليه أو ما خرج من الاجتماع كان متوقع لدى الشعب الفلسطيني لأنه باختصار نحن نتحدث عن مشاريع عن مشروعين على الأقل مشروعين كبيرين مختلفين في الساحة الفلسطينية مشروع المقاومة ومشروع المفاوضات من أجل المفاوضات التي استمرت طول هذه المدة منذ ما قبل أسلو إلى الآن منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تصل إلى شيء إذن نحن نتحدث عن مشاريع مختلفة لا يمكن أن تلتقي معا دعنا سيد محمد نعود إلى البيان الذي يتحدث عن لجنة هذه اللجنة كما قلت ليست مرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن لجنة لإعادة بناء منظمة التحرير تطوير منظمة كلام عام كثير لكن اللجنة بحد ذاتها كان من المفترض أن تشكل في المرات الماضية ما الذي حصل في المرات الماضية منع تشكيل اللجنة حتى تتم الدعوة لها مرة أخرى لا شيء سوى أن المطلوب أن يكون هناك خبر يخرج عن هذا الاجتماع وبالتالي صار هذا الحديث أنا موضوع أصلا دخول الفصائل لمنظمة التحرير أنا أعتقد أن هذا الموضوع نفسه هو موضوع فيه إشكالات أولا الإشكال الأول قيادة منظمة التحرير المتمثلة بحركة فتح لديها يعني دعني أقول ليست أصلا مستعدة لدخول حقيقي لكل الفصائل الفلسطينية المطلوب أن يكون هناك سيطرة مطلقة لحركة فتح والمطلوب أن يكون هناك وجود ديكوري للأطراف الأخرى هذا أولا ثانيا لأن منظمة التحرير ولأن سيد محمود عباس لا يريد أن يحدث أي تغيير ولأن أصلا دخول منظمة التحرير ليس بيد محمود عباس وحده بل هناك أطراف إقليمية كثيرة سواء إسرائيل أو الدول العربية أو غيرها ومديل بخابرة المصرية السابق عمر سليمان كان يقول بوضوح كان يقول مفتاح منظمة التحرير هنا بجبتي فبالتالي دخول الأطراف إلى منظمة التحرير هذا ليس أمرا يعني فلسطينيا خالصا ولكنه ليس أمرا جديدا أيضا من سنوات تتحدث حماس والجهاد الإستامي عن الدخول إلى المنظمة بشروط إعادة بناءها وإعادة تشكيلها والطرف الآخر ليس على استعداد لأن يقدم أي تنازلات في هذا الأمر لأنه لا يريد دخولا حقيقيا للأطراف الأخرى المطلوب أن يكون هناك وجود ديكوري للأطراف الأخرى يضاف إلى هذا أنه دخلت الآن شروط أخرى لمحمود عباس تصعب على أطراف الدخول أهمها الاعتراف بالشرعية الدولية والاعتراف بالاتفاقيات التي نفذتها حركة فتح بمعنى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمعنى آخر من يريد أن يدخل منظمة التحرير ينبغي عليه أن يغير جلده وخاصة نحن نتحدث عن حماس والجهاد الإسلامي ينبغي عليه أن يغير جلده ينبغي عليه أن يعترف بأوسلو ينبغي عليه أن يكون جزءا من سلطة أوسلو ليتفضل وحدها لن يكون مؤثرا ولن يكون فاعلا إذن لماذا ذهبت حماس دون الجهاد الإسلامي لهذا الاجتماع في ظل هذه الظروف التي كان من المفروض البعض يرى أن يتم التنسيق بين الجهاد وحماس على الأقل احتجاجا على اعتقال قيادات فلسطينية في الضفة الغربية يعني الجهاد ليست رافضة من حيث المبدأ للمشاركة وهذا ما أعلنه الأمين العام للجهاد قال أنه يحضر دائما هذه اللقاءات ولا يرفضها لكنه في هذه المرة وهو محق أيضا قال أنه لن يذهب إلا إذا تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وخاصة من حركة الجهاد في الضفة الغربية لكن أنا أعتقد أن الإشكال الأكبر من هيك الإشكال في أن الأطراف كلها بما فيها حماس والجهاد تذهب إلى هذه الاجتماعات وهي تدرك من البداية أن إمكانية النجاح فيها تعادل صفر وهي تدرك أيضا أن الرابح الأكبر في هذا من هذه الاجتماعات هو محمود عباس بمعنى الصورة التي ظهرت بوجود الفصائل الفلسطينية كلها تقريبا وكلها تجتمع بمحمود عباس نوع من الاعتراف أن محمود عباس هو قائد الشعب الفلسطيني وأنا أعتقد أن هذا مجافي وبعيد تماما عن آمال الشعب الفلسطيني هذا إذن تعطيه حماس والفصائل للأفرات الكشرعية حماس والجهاد والشعبية وبقية عندها حساسية أنا أعتقد حساسية زائدة في مجال واحد وهو أنها لا تريد أن يقال عنها أنها تعطل المصارحة الفلسطينية ومع أن قضية المصالحة الفلسطينية صارت مثل يعني الخرافات الثلاث أيضا يضاف إليها خرافة رابعة اسمها المصالحة الفلسطينية هل تؤمن بمصطلح المصالحة الفلسطينية الآن في ظل ما تفضلت به عن وجود مشروعين متعارضين تماما بين فتح ومعظم الفصائل السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تخرج من جلدها السلطة الفلسطينية وجدت من أجل تطبيق اتفاقيات أوسل وتحقيق الأمن للكيان الصهيوني الكيان الصهيوني اليوم حريص على السلطة الفلسطينية وهو لا يرضى لها أن تنهار وقد أعلن رئيس الحكومة أكبر حكومة متطرفة أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل اليوم أعلن أنه سيدعم السلطة الفلسطينية ويدعمها ماليا ويدعمها بكل السبل حتى لا تنهار هذه السلطة لا يمكن لأطراف أخرى لديها مشروع مقاومة أن تتفق معها لا تستطيع أنا لا أقول هنا أن المقصود أن يكون هناك مجابها مجابها لا ولكن أيضا ينبغي لكل أصحاب مشروع أن يهتموا بمشروعهم وأن يحترموا مشروعهم وأن يحترموا الذين يتبعونهم من أبناء الشعب الفلسطين كلام مهم يعني يقود للسؤال بشكل طبيعي السؤال الأهم هو أين هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي تم الحديث أن مثل هذا الاجتماع سيحاول بناء المشروع الوطني الفلسطيني هل أصبح أيضا واحدة من الخرافات لا الحقيقة أن المشروع الوطني الفلسطيني لدى الشارع الفلسطيني لدى الشعب الفلسطيني لدى الشباب الفلسطيني واضح هناك مشروع يتم تحقيقه من خلال المقاومة على الأرض بكل أشكالها وخاصة المقاومة مسلحة اليوم الضفة الغربية تقول كلمتها والشباب في الضفة الغربية يقولون كلمتهم وهم يدافعون عن المشروع الفلسطيني وعن الحلم الفلسطيني وعن الوطن الفلسطيني وهم يدفعون ثمن كل يوم من دمائهم وأعمارهم وبالتالي لا هناك مشروع فلسطيني الكل يعمل من أجله أخصد القوى المقاومة تعمل من أجله السلطة الفلسطينية لديها مشروع آخر هي حاولت لو أن السلطة الفلسطينية تفكر بطريقة صحيحة لا أدركت أنها حاولت منذ مدة طويلة وضاعت الضفة الغربية أثناء محاولتها لإقامة أي كيان كما وعدت أوسلو وينبغي عليها في الحقيقة أن تعترف في النهاية أن هذا الخط في الحقيقة لا يوصل إلى المشروع الوطن الفلسطيني بل يوصل إلى تمكين إسرائيل من هضم الضفة الغربية وزيادة الاستيطان وتقسيم اليوم الحديث يدور عن السيطرة على مناطق جيم مثلا وبالتالي لا خلال هذه المدة التي مرت وكانت السلطة الفلسطينية فيها تحاول تطبيق مشروعها الذي انبثق عن أوسلو بالحقيقة ضاعت الضفة الغربية وتضاعف الاستيطان وحدثت الجرائم الإسرائيلية التي لا حصر لها خلال هذه المدة سؤال الأخير إقليميا ما مصلحة مصر وتركيا لأن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء هنية بعباس في أنقرة وهذا الاجتماع يأتي طبعا بإشراف السلطات المصرية لأنه موجود على الأراضي المصرية هل هناك أي مصلحة أو أي توافق بين الطرفين لحصول هذا الاجتماع؟ السلطات المصرية لديها اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وهي تريد أن تبقى محافظة على هذا الاتفاق وكذلك لها دور تريده الولايات المتحدة منها أن تعمل على تنفيذ أيضا الرؤية الأمريكية في الضفة الغربية بمعنى آخر وقف كل أساليب المقاومة والاعتماد على التفاوض الذي أضعنا أعمارنا ونحن ننتظر منه أن ينتج أي شيء وبالتالي المصر تقوم بدور دور كلاسيكي معروف منذ مدة طويلة تركيا أيضا تركيا لها علاقات مع أمريكا ولها علاقات مع إسرائيل ولها علاقات مع كل الأطراف وبالتالي هي تدعم بهذا الاتجاه تدعم باتجاه التفاوض والعمل السياسي هذا مفهوم من هذه الدول ولكن في الحقيقة المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يرفض كل ما يتعرض مع مصالحه ويرفض كل التجاوزات التي تتم بحق الشعب الفلسطيني وتفسح المجال للطرف الإسرائيلي لسيطر على الأرض شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث الفلسطيني سيد محمد صوالح مرحبا ترجمة نانسي قنقر